المشاكل عن الازمات عن الحكام الملاكي لنادي بيرامدز اللي شريف اكرامي بيخش بالكرة الجون زيارة قالك هنريح زيارة للجون احسب جون ليس موحا قال له لا ما قدرش احسب ليه يا بيه قالك يا انادي بيرامدز ناده الطموح يجب علينا ان احنا نجمله ونسنده وندعمه طب يا اعم دي ناس بيقوله عايزين حكام اجالب قالك لا 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 نجيب له الحكام اجالب ليه المصريين هم بيحبوا المصريين بس بيقوله الكلام ده ضرقا للعين وللحسد فمسألة في الفساكونيا الصراحة النهاردة يعني حكام فوق الملاكي كابت المحام الفار ما جاش اصلا انا بصه مليار المية حاجة من الفار يا اما كان نايم يا اما كان قاعد يمص قصب يا اما راح يشوف البلاج هناك في اسموحة شكله ايه يا اما راح خد العيال يفسحهم يا اما راح يعمل شوبنج يا اما راح يعمل اي حاجة لكن اللي بيحصل ده انا ما شفتوش في الكرة الراجل دخل بجوه بالكرة جوه الجول شريف اجرامي قالك مش ممكن يعني اغلط غلط واحد بس في الماتش ان مصطفى عب مصطفى فاتح يعملها تشيب بس كده من فوق ويسجل هدف التعادل في نفس اللحظة اللي معرفناش نفرح فيها لا 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 ما ينفعش خارس الكلام ده فالراجل خده الكرة ودخل بقى الجول ان اللايزمان يحسبها هدف لا يمكن انه يقول حتى ده بنرجع للفار استحالة ده بليه يا عم كده ليه يا سيدي كده قالك ده بيرامدز يعني احنا دايما بنتفخر بالبيرامدز وبنقول ان بيرامدز حضرت سبع تلاف سنة يا ابني انت افهم بيرامدز اللي حضرت سبع تلاف سنة ده اللي موجود في الجيز اللي امام فندق منهاوس اللي هو خوف وخفرع ومنقرع مش ممدوح عمري بسيوني هاني سعيد خالص ولا عبدالله السعيد رمضان صبح شريف اجرامي خالص يقولك لا 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 هو بيرامدز ده هو بيرامدز ده يا ابني افهم الله يهدي يا ابني خربت الدنيا وضيعت الدنيا وفرج عمر مش هيسكت ومش هيسيبك اه مش هيسكت اهو اهو فرج عمر بعيت له صورة هو المهندس فرج عمر مولع الدنيا مولع الدنيا وزعلان طبعا الراجل دخل بالكرة جود الراجل دخل بالكرة جود معرفش انا بيعمل ايه ولا بيستوي الحجم محمد عادل يعني يا كابتن محمد نحن نقول عليك حجم كويس تيجي تنزل الماطس يعني يبقى كل الماطس لصالح بيرامدس ليه يا عمي كده ده الواد هانس ليمان اه معروف انه بيضيع وقت بقى سمعته بقت كده بقى سمعته في سوق ماشية كده ماشية انه بيضيع وقت الواد هانس ليمان لكن الراجل لسه موقفش في المهر وهيشوته الكورة جرت ده له انظر قاله ليه هو انا الحق قاله سمعتك يا ابن سبقاك اللي كده بتضيع وقت طب هو في اللقطة دي غلط ما غلطش طب جون سليم مية في المية لنادي سموحة وشيف اجرامي قالك لا لازم اخش في الجون سبع لفا يا منمطهر رش الملح سبع مرات هو دخل جوه الجون طب يا عمي تحسيب يا عمي الصح يا عمي يا عمي طب ارجع للفاريا سيدي ارجع للفاريا سيدي ولا هو عشان سموحة مش للأهل ولا الزمالي طب حتى اللي بلاشي الاهل اللي اهل اتزالة ماشي في مطشي لكن ليه الكلام ده طيب يعني ليه ينفع الكلام ده انا مش عارف المهندس محمد فرج عامر ساكت ليه عن هذا الامر هوريك الصورة يا بي دلوقتي بس الحق احقق ان يتبع ما ينفعش اللي بيحصل مع المهندس فرج عامر ده يعني انا مش عارف هو ساكت ليه هو ساكت ليه وما بتكلمش ليه ده موضوع ما ينفعش ابدا ابدا السكوت عليه فرقة لا يا باش مهندس هيتقول لي الهدف اللي طلبته غير متاح مؤقتا هاعد انا اتكلم بالنيابة عنك اه نادي اسموحة نادي كبير ومن حقنا ان احنا هذا الرقم التأخرك معايا الرقم التلت يا باش مهندس هتليك عزم عاعد دلوقتي عمال بتيبكي وزعلان على اللي بيعملوا العيل بتوع الطموح كده التلت ارقام بتوعه اللي معايا مفوش ولا واحد فيه جات ليه يعني اعد زعلان اعد زعلان محصور فوز على نادي برامة زلادة الطموح كان يقفز بسموحة الى المقدمة الحاكم ما حسبش حاجة طب يا عم ابو المعات انت بتقول كده واضح انك انت بتحبش الطموح خالص طب يا عم فين الكورة اه ريكوا الكورة يا سيدي فوتوغرافيا ادا يا عم الكور ادا يا سيدي الكور وصد الشريف اكرامي فين جوه المرمة جوه المرمة جوه المرمة والناس بتوع الطموح وهو احمد الشيناوي شعف هيقول عليها النهاردة مش عارف اقول عليها ايه مع عمري ابنه مش في الفار هما ما قالوش حد تأسانه بتوع الفار ماشي والله ممكن اجيب اسمه بتاع الفار هو ليه يا ابن الطموح كده يا ابن لاحظة يا سيدي اهو يا سيدي حكم الفيديو واق الفرحان واق الفرحان ولا واق الحزين يا ابن انت ضيعت الدنيا يا ابن يا ابن انت ضيعت الدنيا فرحان بايه بخبة ايه ونيلت ايه ومعاك يبراهيم محجوب انا طول عمر اعرف ان محجوب ده في رفع الاسقال اول مرعف انه يجيفه الكورة ماشي والحاكم اه اه محمد عادل اللي جيبها دل احمد الغندور اللي عنده كورونا ربنا يشفيه هو اللي بطي مالشا 백ض OFFICER الشيء وبالشيء يصدق الشيء وبالشيء يزق فهنا وقل فرحان ضيع الدنيا ضيع الدنيا خالص ضيع الدنيا خالص خالص يعني أنا ما عرفش وقل فرحان كان فرحان بخبت إيه إنه هو أصلا ما خدش بال ولا بص ولا شاف ولا عمل ولا سوى بصراحة ظلم كبير جدا يتعرض له نادي بيرامدز نادي بيرامدز إيه اللي يتعرض مجاملة صارخة لنادي بيرامد ده حتى أحمد الشناو الرجل هقال لي إنها خطت المرمى صديقنا هوت في أسرة الإعداد قال لي إنه الشناو قال لي إن الكرة عبرت خط المرمى ده مش عبرت خط المرمى ده عبرت قناة السويس عبرت قناة السويس يا راجل يا راجل النتيجة 2-1 يا راجل ويجي لك المهانس أحمد مجاه مع الصديق العزيز مهيب عبدالهاد مبارك في مداخلة فضيحة كارثة قال لك مش هنجيب حكام أجانب خالص غير الأهل وزاكلة إن شاء الله عندك حكام ملائكة اللي يطلب حكام أجنبهات ما كده المجاملة صاريخة البره نحن فيه من لا يجي حكم بره من زنادي يمتلك المال يمتلك القدرة على الدفع يمتلك القدرة على الإنفاق أي نعم بيأكل أمفلوس ناس وعمل العقود نصها كده ونصها كده ومش أهو هفتح الملف ده بقوة 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 طيب النهاردة القرة دي أنا قولت جوني يا ابني قبل ما الشناو يقول جون ده بين لكل من يبصر لكل دي عينيني بين النكرة دخلت جوا الجول أنا النهاردة كحاكم ما حسباش ليه طيب مرجعش للفرب ليه هو اسموحة ده مثلا مش نادي حقه أن ياخد حقه ولا بيرامدز أنتم بتتعاملوا معاه لأنه نادي الفراعنة ولا أنه هو نادي خفه خفرة ومنقرة مش نادي ممدوع عيد وعمري بسيوني وهاني سعيد أو نادي عبدالله السعيد ورمضان صبح وشريب إكرام هم دول ملاقي نادي الحقيقيين اللي احنا بنشوفهم بيقودوا النادي وبيتحكموا فيه نهاردة محمد جون سليم 100% ما أرجعش للفر ليه يا عم الظلم والقهر ده وإيه المجاملة الصارخة دي لنادي بيرامدز مجاملة صارخة مجاملة صارخة مجاملة صارخة مجاملة صارخة وظلم يبين لنادي سموحة الصراح والمهانس فارج عامل لما بيقعد يتكلم على الحكام بيبقى بيشد في شعره الراجل بيشد في شعره مش كيفاء يا ابني ان النهاردة مرحش يصطاد وجي تفرج على الماتش تغبينه في الماتش كان بروح أمر سعلم يصطاد هو وبيبو وحسن حمدي والحق جمال الجرح وسعاد بيروح معهم حمد حسن ميدو وكده ما رحش يصطاد وقعد يتفرج على الماتش خلاص يدي له حقه خلي الراجل يقول ما استطدتش سمك بس استطدت ثلاث نقاط لكن الخيبة القوية انك انت دي في النهاردة وما ترجعش خالص للفار هو ده اللي بيخلي كل الناس وبيخلي كل الناس اللي زيه المساكين اللي بيقول الله محشورنا مع إمام المساكين يظنه أن هناك تلعبا وتوجيه للمسابقة بساك اللي واضح انت بتجامله ليه كحكم ما بترجعش الفار ليه بتاع الفار ناين فين لأستاذ فرحان راح فين أستاذ فرحان أبو العالمين راح فين ماينفعش ماينفعش خالص ماينفعش هذا ظلم شديد لنادي سموح وهذه مجاملة صارخة مجاملة صارخة ليه نادي بيرمز كورها جول مية في المية يا بيه مش محتاج أنا أروح أجيب البيير وأجيب أحمد الشناوي يقول إنها جول أهي جول مية في المية أهو أهي كمان أهو أهي داخل جوة جول هقولك إيه بص يا سيد هذا مشهد تاني يا هو مشهد أفقي ولا مشهد رأسي عزنينها قلق قصير شامل قادي يا سيد ودخل بها جوة جوة شبص وقف على الخط طيب أنت مدينا ظهرك ليه عم شريف وأنت عم شريف فاهم إنك إنت كده مدي ظهرك للشبكة ووشك للملعب قل لي عم شريف أنت بتعمل إيه ده بولكم كورها جول لكن يأبى حامل الرعاية والكابتن محمد عادل إقرار الحق والعادل ويصرون على مجاملة نادي بيرامدز يعني 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 مجاملة صارخة حكام ما عارفش بقى اللي ما حسبهاش ده أحمد بكر قال لي أحمد لطفي والحاكم الرابع أحمد مقبل طبعا مش هنا أصلا مش هنا أصلا وقل فرحان وبرمح جب حكام الفيديو مجوش كانوا أصلا قاعدين تحت التوتا هناك أو قالوا راحوا ياخدوا جولة في نادي سموحة أو اعتبروا أن نادي بيرامدز هي الأهرامات خفوا خفرع ومن قرع وقال لك ما نقدرش ناخد حاجة بالشكل ده نهارده جنيل اتنين الظلم مستمر في نادي بيرامدز بس مناش دعوه يظلموا اللهم عاوزون يظلموه ويقهروا من يشاءه نهارده شيف إكرام الجنيل من قوعه تغيروا بقى قدام النادي الأهل خلي عندكم ده ما جاتش على مطش الأهلي وتقعدوه سيبوه بقى سيبوه بقى مش انتوا أصلا الفرق إيه قلتلكوا قبل كده طب بلاش يا سيد لايك وشير وصلي عزين ودع النفسك والولدين والغير وهو قل لك حاجة كويسة عن نادي بيرامدز واللي أنا قلته قبل كده واللي شفتوه النهارده كلكم بعينيكم لايك وشير وصلي عزين اللي معنا يضرب اللايك اللي معنا يضرب اللايك اللي معنا يضرب اللايك أيوة يضرب اللايك يا بي عشان لسه فيه حدودك كويسة هكلمك عن عن ميد وابول معات زكي على تويتر حقا من عناية الاتنين حقا من عناية الاتنين شركة أمان سوى المية الرسمية اللي أنا بشرب منها بسم الله الرحمن الرحيم ها لايكات أيوة لايكات يا جماعة محمود طهر بقول لكم هو محمد طهر يا ابن محمد طهر مش والد طهر محمد طهر وأي محمد طهر يبقى والد محمد طهر ده صادقنا العزيز اللي بنحب اتفرج على فضحته للحكام يوماتش الأهل ما يديه بقى كارس أحمد جاهد قالك مش هنجيب حكام لسه خش الأعمل مجاة سأجيك مش هنجيب حكام أجانب غير الآله الزمالك لو جبنا بيتفخر وكأنه عنده حكام محايدين ومحترمين ويطبقون القانون واليوم يعني يعني فضيحة بجلاجل بجلاجل للحكام والفر أنا أظن أنا كانش في حكام فر أظن وسوق الظن من حسن الفطن سوق الظن من حسن الفطن زي ما قال سيدنا عمر بن الخطاب وانت مش كل حاجة تبقى فيها حسن الظن وعنين لما قالك قالك إن بعض الظن إيه مش كله تظن إيه فأنا أظن إن ما فيش فر والظلم مرجع عقبه إلى النادم أو كما قال الشيطة